السبب في توزيع هذه المصافي وإنشاءها باللغة من طاقتها القليلة هي لابتداء لتشغيل الأيدي العاملة في تلك المحافظات ومثل ما تعرفون أن وجود المصافي سواء كانت بطاقة صغيرة ابتداء ومثل تطويرها إلى مصافي أكبر هي مهمة جداً للتنمية الاقتصادية في المناطق كيف تعدد الموظفين بالشنافية من هذا المصفى؟ ما يتجاوز الـ 450 غير قابل للتوسعة؟ نعم قابل حالياً بعد ما زارنا دولة رئيس الوزراء في محافظة المصفى الشنافية مصفى الشنافية هو مصفى ديوانية يفتقر للبنى التحتية يعني على سبيل المثال من ارتأت وزارة النفط أنه يتم إنشاء 70 ألف برميل تكرير بالإضافة إلى 20 ألف الموجودة بحيث تصبح 90 ألف برميل طاقة تكريرية للمصفى البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعابها 70 ألف الإضافية فعند زيارة دولة رئيس الوزراء للمصفى ما تقصد البنى التحتية؟ البنى التحتية مثلاً كخزانات للمنتجات النفطية المنتجة نعم اليوتليتيز اللي هي كمية البخار المطلوبة لمعالجة النفط الخام وغيرها ما تكفي لتكرير 90 ألف برميل بليون فيطلب إضافة وحدات خدمية وحدات تكميلية لإنتاج أو تكرير 90 ألف برميل باليوم إحنا صراحة استثمرنا زيارة دولة رئيس الوزراء لمصفى الديوانية طرحنا الموضوع أشاد بجهود العاملين وأكد دعمه المتواصل لتوسيع مصفى الديوانية الحمد لله بدينا بإجراءات استحصال الموافقات لتوسيع مصفى الديوانية وإحنا العمل جاري ما شكت بعد التوسع يمكن أن نتعين بموظفين؟ تقريباً إن شاء الله ما لا يقل من 2500 إلى 3000 بين مهندس إلى فني إلى حرفي